البداية أكيد ستكون بوزارة الثقافة والفنون التي تنظم بداية من اليوم وإلى غاية الرابع من الشهر القادم الملتقى الوطني للنوادي وفعاليات القراءة تحت عنوان القراءة في مواجهة الإكراهات وذلك بقصر الثقافة مفدي زكرية والمكتبة الوطنية بالحامة وفيلا عبدالطيف بالعاصمة ويشارك في الملتقى شباب النوادي وفعاليات القراءة ويؤثره أساتذة وأكاديميون وكتاب ويقترح ورشاة ومنصات ومحاضرات وكذلك معارض كما ستتناول الفعالية أهمية القراءة وكذلك سوق الكتاب والنشر في ظل الجائحة